أولاً، مبدأ المضاقة مع الإطار البروكي عن إتجاه استراتيجيا عن مبارسة البروكي التانية، مبدأ التقامل مع عملات الإطار تنوز عام 2020 لبلدات المطاق الوطن البيئة والتغنيات المستدامة ثلاثاً، مبدأ بسرع أغراض معي من مؤسسات البروكومية، جباعات ترابية، مقاع خاص، مشترع مدني ومواغمي التلاديل والمجراءات التي حدثتها هذه الاستراتيجية رابعاً، استراتيجية عن مبارسة، أي خارجة التحقق وعلى الجلال المعنى السهر وعلى زنفلية تتأسس أغنية استراتيجية عن المنجأة مع الكوميات الاقتصادي، الشمالي، البيئي، وفقاً وإنسجامها، لأننا نبدأ بدماج المتكازات الرغيسية في الرؤية الاستراتيجية لتنمية المستجامة واستدامة لبلادنا وفي حضار مدأة الانتقاطية والإنسجام، وكذا التكامل بعد أغنية سياسات عمولية ترابية على المفتوى التخفيق والغارجة وأكثر من العربة تصوص التصميم الجديمي لهذه أكثر تطوى لجميع الجهة المجموعة في الأقسام بعد أجل، تنمية الجنوية للجهة 2020-2020 وبعد أجل، تنمية الجنوية 2020-2020 2020-2020 ومن مستطع أعليك في الدواء المجموعة 2020-2020 والقلم للجميسي ومن ثلاثة من أهمية استراتيجية المنهلات الطقيلة في بناء المقتنمية المستقيم واستدامة التي تتخدمها أهل المستقيم كالأهض الحلاحية، كمتن، لصنات، وطاة، لبنرة وتعرض التعرض السلاحية من أهم الأشي من توجهات الحليلية، الأسان، زيتون، مجفاف، وشقات الحليل، وما إلى ذلك الكلة تلطفت مجدية القصد كبير مواقع طبيعية، وحيوات والمخدين، وإذن الله، بزوارة معيشة، مواقع مستوطة العريش، مقارة الإسلام المبنشين، مغارات وغروب فوار الجميلة، بالكلة، طريق مريع السن، قلعة بيسهم لفوار تكترات في تدهوط، صناعة الاسمية، نسيج، نشيل، والفخار، قصد كبير تلطفت طولة، فقط في السياحة أجلية، لمجدان التزغط، فإن المجد الأقليل بالعدائش، رقيدان منسجن، ومتطابقاً مع أولية الاستراتيجية، والباب المرتكالات والاستراتيجية المفنية بالتنمية المستدامة، ونروحي القائمة من الطاق من 99-22، إما التابت المطاق الوطن البيئة والتنمية المستدامة، إن على مستوى المقاربة للهجية، أما على مستوى المحاور الاستراتيجية، أو الأهداف الاستراتيجية والإجراءية التي أقدرت برنامج التنمية الإقليمي 2020-2029. فعلى مستوى المطاق الوطن الهجمي، فقد ركز مجد الأقليل العراج على إذناج المعتبلي، سواء من منفلال وعشاء التشغيل متعلقة بالتشغيس، أو ضمن منهجة التحليم والسيارة، وبخصوص المحاور الاستراتيجية، فقد تؤكدت على تحقيق التنمية في السلامة، إن خلال محور الاستراتيجي الأول والثاني والثالث والعاشر، متعلق بفك العزلة، وتحسين ممتدة الوروج السامية للمرافق والخدمات الأساسية، تأهيل وتقوية الهنيات الطرقية، تحسين سبك الوروج للماء الشرق بالوسط القرابي، دعم الوروج للشبكة الكهبائية وشبكة الصحي وماليين، تحسين فرص الوروج للخدمات الصحية للإقليم، التعليم، النقل المدرسي، وسيانة مؤسسة التعليمية، ودعم في ملاحة اقتضامية ومستدامة، وبطبيعة الحال، قد حرص المجلس الإقليم على مواسطة العالم، من أجل ترجمة هذه المحور الاستراتيجية لبرنامجة مشاكل حقيقية، تتمثل على الخصوص، بتاحية استنزال الرابطة بين المضاشر والطريقة الإقليمية أو الوطنية، المساهمة في التضخطون العاجل، لمواجهة النقص في الباقي الشارع، إحداث شبكة التضيح السائل، مختلف مراكة الشباعة الترامية بالإقليم، المساهمة في حماية أراضي من الفيضانات ونجرات الترم، دعم تصفق ممتل منتوجات سبيائية محلية، دعم تلبيل مدني النفايات من أجل اقتصادي ثائم، إلا أنه من ضرب من المكرهات المالية التي يعقبها المجلس الإقليمي على إش والمساهمة على الخصوص في التراجع الطالبي، بإمكاني حصته إلى الضربة على أقليم المضافة، أن في الولاية السابقة، كانت ميزانية من تقضي من 43 مليون درهم خلال الولاية، السابقة إلى تسلود مليون درهم خلال الولاية الحالية، إلا أن المجلس نازال ماضي في وفائه وانتساباته، سواء تلك المرصة بإختصاصاته المتضمنة بالقانون التنظيم، أو مسؤولياته تجاه الأجياء المكملة في إطار التقيم، بقواعد تنظيم المستدامة والإدماج المعببين في مخططاته وبرانجه، مراهداً على قوته الاقتراحية والتراحية، ودائم الاستغادة من خلال، ودائم المبادرات التي تهم تحقيق تنظيم المستدامة بالقانون.